بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اليوم بدي اكمل شرح درس اللي هو معدل التغير بس بدي اشرح عليه كم فكرة جديدة اللي هي اول شغلة بدي احب ابلش فيها اللي هي ميل القاطع ايش يعني ميل القاطع هذا الميل القاطع بطلبه منك في السؤال بس بيكون معطيك نقطتين النقطة الاولى بنسميها احنا سين واحد صاد واحد النقطة الثانية بنسميها سين اثنين وصاد اثنين بيحكي لك اوجد ميل القاطع اللي بيمر في هذول النقطتين انت شو بتروحه بتعمل تحكي له ميل القاطع بيساوي فرق الصادات على فرق الصينات والهو صاد اثنين ناقص صاد واحد على سين اثنين ناقص صين واحد خلينا نشوف كيف رح نحل عليه بالامثلة في عنا سؤال هون بيحكي لك اذا كان قاف السين يمر بالنقطتين واحد وثلاث وخمس وثلاث وعشرين جد معدل التغير عندما تتغير سين من واحد الى خمسة ها ساول الشي طالب منا معدل التغير اللي هو احنا بنعرفه معدل التغير بيساوي دلتا قاف السين على دلتا سين واللي هو قاف السين اثنين سين اثنين كم معطيك اياها بيحكي لك من الى يعني الأولى راح تكون سين واحد والثانية سين اثنين يعني سين اثنين هي كم؟ خمسة قاف الخمسة ناقص قاف سين واحد اللي هي الواحد على خمسة ناقص واحد تساوي هس هذول الخمسة بالواحد لازم احنا نعوضهم جوه الاقتران صح؟ بس لو تيجي تنتبه على السؤال هون هو مش معطيك اقتران طب يجي واحد بيحكي لك يا استاذ كيف بدنا نعرف من وين قاف الخمسة ومن وين نجيبهم هذول هس بفرجي كيف بدك تجيبهم بطريقة كثير سهلة هس باخذ النقطتين اللي معي مش انا معندي النقطة الاولى اللي هي الخمسة هس الخمسة والموجودة هاي النقطة تبعتها صح؟ خمسة وثلاثة وعشرين والواحد هاي النقطة تبعتها واحد والثلاث صح؟ خلينا نمسك اول واحد اللي هي واحد والثلاث اول نقطة هس صحيح اننا نعرف من الفيديو الماضي انه قاف السين هي نفسها صاد يعني بقدر اسميها قاف السين وبقدر اسميها صاد تمام نزل القاف هس قيمة سين معاك مش هاي احنا بنسميها حكينا النقطة بنسميها سين واحد وصاد واحد والنقطة الثانية بنسميها سين اثنين وصاد اثنين طيب هس سماعك انت هيها سين سين وينها؟ هاي معطيكيها في النقطة شايفها هاي مش هي سين واحد باجي بحطها مكان سين اللي هون تساوي صاد كم قيمتها؟ هايها ثلاث تمام اننشوف نقطة الثانية دعني نومسك نقطة الثانية الى خمسة وثلاثة وعشرين نفس الشيء نحن بنعرف من قبل انه قاف السين تساوي صاد قاف سيئين قيمة سين وهيها اللي هي الخامسة في القيمة سين اثنين وصاد اثنين هذه قيمة سين اللي هي الخامسة تساوي صاد كم قيمتها ٢٣ سそうだ低 chance الى الخمس هنا طلعتها ٢٣ قاف الواحد وهني طلعتها كم طلعت ثلاث هسه باجي بحكي له قاف الخمسة بشيلها بحط ثلاثة وعشرين ناقص قاف الواحد بشيلها كم دوحط مكانها ثلاث على خمسة ناقص واحد اللي هي أربعة فبسير الثلاثة وعشرين ناقص ثلاث اللي هي عشرين على أربعة وبطلع جواب كم خمسة هسه هو شو طالب منك بالفرعة الثانية بحكي لك جيد ميل القاطع المر بالنقطتين هسه ميل القاطع في قاعد تحكي لي انه ميل القاطع هو نفسه معدل التغير طب كم معدل التغير هاي طلعنا بالفرعة قبل هو كم خمسة هسه للي ما فهم اللي أنا عملته هون شي يعني ميل القاطع يسوي معدل التغير هسه رح نثبتها رح نثبت هذ الحكي بسؤالين شوفوا علي هاي بحكي لك بالقاعدة كمان مر معدل التغير اللقاه في السين هو نفسه يعني بساوي ميل القاطع اللي بمر في النقطتين سين 1 صاد 1 وسين 2 وصاد 2 هس رح نثبت هاي القاعدة بسؤال بحكي لك الاقتران قاف السين يساوي سين تكعيد زايد 2 سين اوجد ميل القاطع الواصل بين النقطتين واحد وقاف الواحد وثلاث وقاف الثلاث هس قبل ما بلش حل معطيني النقطتين اول نقطة بسميها سين 1 صاد 1 نقطة الثانية سين 2 صاد 2 هس باجي باكتبله ميل القاطع بساوي صاد 2 ناقص صاد 1 على صاد 2 ناقص صاد 1 هس الصاد 2 وينها هايها صاد 2 اللي هي قافة 3 ناقص صاد 1 عفا صاد 1 اللي هي قافة 1 على صاد 2 معطيك ياها 3 وسين 1 معطيك ياها 1 هسا بدنا نوجد احنا قافة 3 3 لازم اعودها جوه الاقتران وين الاقتران هاي معطين اياه 3 تكعيب 27 27 زائد 2 ضرب 3 27 زائد 6 اللي هي بتطلع 33 ناقص هسا بدنا نعوض الواحد واحد تكعيب واحد واحد زائد 2 اللي هي 3 على 3 ناقص 1 اللي هي 2 ثلاثة ناقص 3 اللي هي 30 30 على 2 كم 15 هاينا طلعنا الفرع الاول هسا الفرع الثاني بيحكي لك احسب معدل التغير في قافة السين عندما سين تساوي واحد وسين اثنين تساوي ثلاث باجي بحكيلو معدل التغير يساوي اللي هو دلتة قافة السين على دلتة سين ويساوي قافة السين 2 سين 2 كم معطيك ياها 3 ناقص قافة السين 1 اللي هي 1 على 3 ناقص 1 يساوي هسا قافة 3 ناقص قافة 1 هاينا حسبناها بالفرع القبل وكم طلعت معنا اللي هي 30 على 3 ناقص 1 اللي هي 2 فكم بيطلع الجواب 15 وهو لازم يطلع 15 لان القاعدة بتحكي له ان الميد القاطع بيساوي معدل التغير وهي فعلا طلع معنا ميد القاطع بيساوي معدل التغير وطلع معنا كم 15 مفهوم طيب هسا رح رححل عليه كمان سؤال عشان توضح الفكرة حسن طلع هون معطيني رسمة بيحكي لك هون جد ميل القاطع الواصل بين ألف وبا هاي ها الرسمين ان شاء الله تكون واضح عندكم هاي هاي النقطة ألف اللي هي قيمتها 2 و 3 والنقطة با قيمتها 4 و 11 بيحكي لك او جد ميل القاطع الواصل بين ألف وبا هساوي اللي شي بدو يا من ألف لبا وين ألف هاي ها هاي النقطة ألف رح اسميهم النقطة سين 1 و صد 1 وبا رح اسميهم سين 2 و صد 2 هو طالب ميل القاطع باجي بحكيلو ميل القاطع يساوي صد 2 نقص صد 1 صد 2 كم هاي ها اللي هي 11 11 نقص 3 على سين 2 نقص سين 1 اللي هي 4 نقص 2 فبتطلع 11 نقص 3 اللي هي 8 8 على 2 فبطلعت جواب 4 ولو انت قلبتهم يعني حطيت فوق سين 1 صد 1 تحت سين 2 صد 2 بشرط يكون الترتيب أهم شي يكون الترتيب يعني ترتب الحل بطلع معك نفس القيمة اللي هي 4 فهي احنا طلعنا هون ميل القاطع شو طالب منك بالفرع الثاني بيحكي لك جد معدل التغير في الاقتران قف عندما تتغير سين 2 إلى 4 اللي هي سين 1 2 و سين 2 اللي هي 4 باجي بحكي له معدل التغير يساوي دلتا قاف السين على دلتا سين و يساوي قاف السين 2 كم بيحكي لك سين 2 4 ناقص قاف السين 1 كم ماتك إياها 2 ناقص قاف ال 2 على 4 ناقص 2 هسا قاف ال 4 منين بدنا نجيبها هسا ال 4 وين صورتها هايها ال 4 و 11 صح نعمل الطريقة اللي علمتكم ياها قبل شوي بحط النقطة 2 4 و 11 باجي بحكي انه قاف السين تساوي صاد قاف السين كم هايها 4 وصاد كم 11 هين طلعنا قاف ال 4 اللي هي 11 ناقص نفس الاشي هسا لما اجي اعمل قاف ال 2 2 صورتها هايها 3 باجي بحكي انه قاف ال 2 تساوي كم 3 قاف ال 2 اه تساوي 3 على 4 ناقص 2 اللي هي 2 ف11 ناقص 3 8 8 على 2 كم 4 وهي فعلا طلع ميل القاطع اللي هو قيمته 4 تساوي نفس معدل التغير وطلع 4 ويكا احنا اثبتناهم تمام بحكي لك اذا كان قاف السين يساوي سين تكعيب ناقص 7 جد ميل القاطع الواصل بين النقطتين صفر وقاف السفر وقاف السفر وقاف السفر وواحد وقاف الواحد اذا باجي بكتب له اللي هو طالبه من الميل القاطع يساوي حكينا اللي هو صاد 2 ناقص صاد 1 على سين 2 ناقص سين 1 هسا حكينا لما يكون معطيني نقطتين شو بعمل اول شي بكتب ان النقطة الاولى سين 1 صاد 1 والنقطة الثانية سين 2 صاد 2 فهسا صاد 2 كم صارت قاف الواحد ناقص الصاد 1 اللي هي كم قاف السفر على 1 ناقص سفر فهسا بنعوض الواحد جوب الاختران هاي الاختران 1 تكعيب 1 1 ناقص 7 اللي هي سالب 6 ناقص بنعوض الصفر 0 ناقص 7 اللي هو سالب 7 على 1 ناقص صفر اللي هي بتضلها 1 فباجي بحكي لانه سالب 6 سالب ورا سالب رح تصير موجب يعني سالب 6 زائد 7 اللي هي رح تطلع موجب 1 على 1 واللي هي 1 مفهوم طيب الفرع الثاني شو بحكي او لا فيش فرع ثاني خلص شوف السؤال الثاني اللي هي قاعدة بتحكي لك معدل التغير لاقتران المسافة اللي هو باحنا بنرمز ذو فان نون يعني كان عنا قابل قاف السين فهسا هون سنسميه احنا فان نون ويساوي السرعة المتوسطة في الفترة الزمنية نون واحد ونون اثنين شو يعني هسا قابل كنا لما كان يعطيك فترة كان يعطيك فترة زيك كنا نسميهم سين واحد وسين اثنين هسا لما نحكي اشي باقتران المسافة رح نسميه نون واحد ونون اثنين اللي هي بتغني عن سين واحد لانه تغير رمزها كانت قاف السين صارت فان نون فهنا سيسميها نون 1 و نون 2 بس لإقتران المسافة أنا بحكي حيث أن السرعة متوسطة تساوي دلتا ف على دلتا نون زي كيف كنا نحكي معدل التغير يساوي دلتا قافسين على دلتا نون على دلتاسين هون نفس الأشي يعني بقدر أحكي أن السرعة متوسطة هي نفسها معدل التغير بس بغير الأسماء فيهم وهنا ف النون 2 ناقص ف النون 1 على نون 2 ناقص نون 1 هذو القانون تباحة نشوفهاエسا بسؤال بيحكي لك يتحرك جسم حسب العلاقة فان نون تساوي نون تربيع زايد 4 نون احسب السرعة المتوسطة في الفترة هسه لما يحكي لك فان نون هاي كان هالاقتران اللي هو وقاف السين تمام وفي الفترة واحد وخمسة كنا نسميهم سين واحد سين اثنين هسه رح نسميهم نون واحد ونون اثنين تمام خلينا نكتب اللي هو السرعة المتوسطة السرعة المتوسطة شو تساوي حكينا اللي هي دلتا فان نون على دلتة نون وتساوي فالنون 2 نون 2 كم معنا 5 فال5 ناقص فالواحد على 5 ناقص 1 هسا بدنا نعوض ال5 جوه الاقتران ف 5 تربية 25 زاد 4 ضرب 5 اللي هي 20 25 زاد 25 اللي هي 45 ناقص فالواحد بدنا نعوض الواحد في الاقتران 1 تربية 1 زاد 4 اللي هي 5 على 5 ناقص 1 اللي هي 4 فبطلع جوابك اللي هو 40 على 4 بطلع جواب كم 10 مفهوم كيف بس انو غيروا الاسماع هسا نشوف السؤال اللي عنا هون بيحكيلك قاف السين معطيك اقتران متشاعب بيحكيلك احسب معدل التغير في قاف السين من الفترة 1 الى 6 هسا نكتب الفترة نكتب الفترة اللي هي قاف السين تساوي 2 سين زائد 4 وش نكتب الاختران سين تربية زائد 2 سين وهون لما سين اكبر من 0 واقل من 3 وسين لما اكبر من 3 واقل من 7 هسا بيحكيلك بديوا معدل التغير في الفترة 1 و 6 هاي متسميها سين 1 وهي سين 2 فمنكتب معدل التغير يساوي دلتا قاف السين على دلتا سين ليه قاف السين 2 حكينا متسميها سين 1 وسين 2 سين 2 كم معطيك اياها 6 ناقص سين 1 اللي هي قاف السين 1 على 6 ناقص 1 هسا الستة وين بدنا نعوضها هسا بنا نشوف القاعدة تبعتها الستة وين موجودة بالقاعدة اللي تحت صح اللي هي ستة موجودة بين التلات والسبعة فرح نعوضها هون تمام مفهوم شبهتي 6 تربية اللي هي 36 زائد 2 ضرب ستة اللي هي 12 فبيطلع قمتها 48 ناقص هسا بنا نشوف الواحد الواحد وين موجود بالقاعدة اللي فوق اللي هي بين السفر والثلات فرح نعوضها هون 2 ضرب واحد اللي هي 2 2 زائد 4 اللي هي 6 على 6 ناقص 1 اللي هي 5 فبيطلع الجواب 48 ناقص 6 اللي هي 42 على 5 تمام طيب نشوف كمان سؤال أستاذ السال شامل لكل إش رح أشرح عليه وأنهي فيه الفيديو اللي هو بيكون معطيك اقتران بيحكي لك إذا كان أقاف في السين يساوي سين تربية زائد 2 وتغيرت سين من 3 إلى 5 أو جد أو الأشي إيش التغيير في سين طيب بدون مقدار التغيير في سين اللي هو دلتا سين ويساوي سين 2 ناقص سين 1 اللي هي سين 2 معطيكيها 5 ناقص سين 1 اللي هي 3 وبطلع كم 2 طيب نشوف الفرعة الثانية شو بيحكي لك بدون قيمة التغيير في الاقتران قيمة التغيير اللي هي دلتا في الاقتران اللي هو بقاف السين تساوي قاف السين 2 اللي هي سين 2 كم معطيكيها 5 ناقص قاف السين 1 اللي هي 3 تساوي قاف الخمسة بدنا نعوذها جوا الاقتران 5 تربيع 25 25 زائد 2 اللي هي 27 ناقص نعوذ 3 تربيع 9 9 زائد 2 اللي هي 11 ف27 ناقص 11 كم بطلع جواب اللي هو 16 هس الفرع الأخير شو بيحكي لك جد معدل التغير حكينا معدل يعني رح يكون فيه عندنا قسمة معدل تغير يساوي اللي هو دلتا قافي السين على دلتا سين ويساوي دلتا قافي السين حسبناها بالفرع القابلة اللي هي 16 دلتا سين حسبناها بالفرع الأول اللي هو 2 فبدأت لها 16 على 2 كم 8 مفهوم وراح انهي الفيديو لهون يعطيكم الفعافي